أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار وأشدد الرئيس على ضرورة دعم أفريقيا اقتصاديا وإتاحة الفرصة لتحولها إلى قارة غنية عبر الاستفادة من مواردها المتاحة أكثر من خمسين دولة أفريقية تفتكرون أنها جهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة خلال 20-30 سنة القادمة أرض تتابع عدم الاستقرار الذي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف الذي موجود في قارتنا ده نجم عن قدرات محدودة ده ما محتاج مننا أن ننظر لأفريقيا مش فقط من أن نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الأفريقية لا المفروض أن نقول لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية حد يقول الاقتصادية أنك أنت تدعم تقوي قدرة القارة الأفريقية أقول لك أيوة أنت حتحول سوق إفريقي في مليار وهم أخلال 20-30 سنة القادمين حصل إلى مليار ونص مليار وخمسمائة مليون من أكبر القارات هتبقى من أكبر القارات اللي فيها نسبة سكان بعد آسيا أنت حتحولهم إلى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي الموجود دلوقتي إحنا سوق صحيح بس سوقنا مش غادي لأن إحنا قدراتنا كدول قدرات متوارعة فأنا النهاردة لو أنا جيت كشركات بترول هو البترول والغاز يسوي إيه يسوي المال طب أنت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في أرضي بعد أنت يعني ما خدت الكلام ده على مدار الـ 50-60-70 سنة اللي فاته وتغنيت أنت وأنا زي مانا ترجمة نانسي قنقر